ومن ضمن الحاجات اللي حصلت برضو عايزين نعرف حضراتكم تفاصيلها امبارح كابتل محمود الخطيب استقبل المهندس هاني ابو ريدا عضو المجتم التنفيذي للاتحادين الافريقي والدولي اللي حضر للنادي الاهلي مخصوص عشان يهني النادي الاهلي بالفوز بدوري ابطال افريقيا وكمان عشان يتكلم مع الرئيس الاهلي بخصوص بعض الملفات الكروية المختلفة خلال الجلسة الودية دي وجه كابتل محمود الخطيب وجه الشكر والتحية للمهندس هاني ابو ريدا على مسندته الدائمة للنادي الاهلي ولا سيما عند مشاركته في دوري الابطال هذا الموسم قال انه اثناء فعليات البطولة في العام الماضي تعرض النادي الاهلي لبعض المخاوف والعوائق وتم الحديث مع المهندس هاني ابو ريدا والحقيقة كانت استجابته سريع جدا وكان حريص على مسندة ودعم النادي الاهلي وكل الفرق المصرية للحصول على حقوقها المشروعة وده طبعا شيء يتحسب جدا ليه بكل تأكيد اضاف كمان وقال ان ابو ريدا تحدث معه حول العديد من الملفات الكروية المطروحة والتي سوف يسعى من خلالها في الفترة القادمة الى خدمة الاندية والمنتخبات الوطنية خاصة عند المشاركة في البطولات القرية المختلفة كانت زيارة محترمة وكالعادة لما تيجي بردو كده تقيم تلاقي دايما الشخصيات المهمة الشخصيات المحترمة الشخصيات القيادية هتلاقي الرموز العالمية لما تيجي بتروح تزور النادي الاهلي وتبقى مشهد محترم جدا وزي ما بتقال يا كريم ده بيكون الكيان او المنبر بجد الرياضي اللي بيمثلك دايما في الخارج يعني لما تبقى فيه زيارة دولية من احد الرموز الدولية في مجال الرياضة بيجوا يزوروا النادي الاهلي بيجوا المين بيجوا يزوروا النادي الاهلي ده برضو مش كلامي عشان ممكن حد بات يقول لك الكلام ده مستفز للبعض هو الكلام ده ممكن يكون مستفز للبعض على الفكرة أنا عارف بس هو واقع فمستفز أو لا هو ده الواقع لما بيجي لك رموز بعدين في المايك ده مش عارف لما بيجي لك بجد رموز بتيجي علشان تقابل كيان رياضي أو قادة من كيان رياضي أو تزور كيان رياضي يروحوا للنادي الأهلي هو ده الواقع اللي حصل وأكيد إحنا في الأول في الآخر السعداء بدأ يعني ده واقع فيه حاجات كده بتبقى واقع أو بيبقى مشاهد من الأرض زي ما بيتقال فكالعادة يعني مش حاجة جديدة والكلام ده يبقى انت بذول يبقى مستفز للبعض ويستفزون ليه يعني فهم أصلي تم كل واحد يشتغل على نفسه يعني معرفش يعني عشان بصي ما هو في حاجات بقى ما منركز لا بص أقولك على الحاجة كده كتير هيا عقصة كل دي ضربات قدرية شو أقولك على حاجة